بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة العشر في الانبياء ومرسلين سيدنا محمد لآله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما طيبة اليوم وحبة الكرام درسنا اخر درس في منهج التفسير مادة علوم اسلامية وتفسير صورة الصف من رقم 10 حتى العية رقم 14 هو الدرس التاسع الدرس الخير بهذا الدرس ننتهي من منهج التفسير اليوم درسنا نتحدث عن تفسير صورة الصف من 10 الى الرابع 10 وسوف نسرد تفسير بعض الآيات كما هو واضح عمامنا بالبداية الآية رقم 10 يا أيه الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم مقصود الذين صدقوا يا أيه الذين آمنوا الذين صدقوا مع الله ورسوله وعملوا بشراه هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة تنجيكم من العذاب العذاب الموجه وتداومون على إيمانكم بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله نصرة دينه بما تملكون من الأموال والأنفس ذلك يخير لكم من تجارة الدنيا المقصود هنا تجارة النفس والمال تجارة تجارة هي خير من الأموال تجارة النفس والمال والجهاد وبالله هي خير من المال وتسعد صاحبها في الآخرة بعد ذلك نذهب للآية 12-13 المقصود فيها هي أنفعلتم أيه المؤمنين ما أمرك الله به يستروا عليكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طاهرة زاكية في جنات وإقامة دائمة لا تنقطع ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده ونعمة أخرى لكم أيها الممنون تحبونها ينصروا من الله يأتيكم وفتح عاجل يتم على يديكم وبشرى المؤمنين أيها النبي بالنصر والفتح في الدنيا والجنة في الآخرة هنا المقصود هذا تفسير آية 11-12 أما الآية الأخيرة وهي آية رقم 14 فالمقصود فيها أن الذين صدقوا مع الله ورسوله وعملوا بشرعه كانوا أنصارا دين الله كما كان أصفي عيسى أنصارا لدين الله حين قال لهم عيسى من يتولى منكم نصري وأعانتي فيما يقرب إلى الله قالوا نحن أنصار دين الله فاهتدت طائفة من بني إسرائيل ولا ظلت طائفة أخرى فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين عليهم وذلك ببعثة محمد وبعده بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننتقل إلى اخترى موضوع المناسب لهذه الآيات موضوع المناسب التجارة الرابحة معني كلمات كم هو واضح أمامكم بعد ذلك نتكلم عن ماذا دلت الآيات دلت على فضل الجهاد في سبيل الله دفاعا عن عن الوطن بالمال والنفس وعظم ثوابها أيضا هذا سبب أيضا لمغفرة الذنوب ودخول الجنة أيضا أن الجهاد في سبيل الله من أقوى من أقوى الأسباب بقاء الأمة قوية قوية السلطان قوية الأمان أيضا سبب أيضا لمغفرة الذنوب أيضا دلت الآيات أن من نصر دينه فقد نصره الله وينصر الله إذا استقام على ذلك ودائما أن الحق منصوب ومنصور وغالب وإن طال الزمان وعلى المؤمنين أن يصبروا ويصابروا حتى يأتي أمر الله عز وجل بعد ذلك نذهب إلى التقويم مع التجارة الرابحة التجارة الرابحة التي أرشد أرشد أرشدنا الله إليها هي الإمام بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله طيب ما الجزاء المترتب على من فعل أمر الله به يغفر الله الذنوب ويدخلوا جنات تجري من تحت إلى النهار عدد ثلاثة من فوائد إقامة الجهاد هذه الثلاثة نعم سبب أن يغفر الذنوب ودخلوا الجنة من أقل أسباب بقاء الأمة أمة الإسلام قوية فتح البلاد وانتشار الدين سؤال الرابع استنبط فائدة من قولي تعالى ذلك خير لكم كنتم تعلمون أن من أعظم الأعمال وأجلها الإمام بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وهي هذه التجارة الرابحة هذا خلاص الدرسنا اليوم أن أعظم الأعمال وأجلها الإمام بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله وهذا أفضل جهاد الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وهذه هي التجارة الرابحة التي تسعد صاحبها في الآخرة هذا السؤال الرابع الفائدة من قولي تعالى السؤال الخامس كما واضح أمامكم الحواريون هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام من نصر دينه فقد نصره الله التجارة الرابحة التي تسعد صاحبها في الآخرة والتجارة الرابحة هي الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هذا والله أعلم وصلى الله وسلم رسولنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر